اهلا بكم مرة اخرى مشاهدينا ودمعات فقرتنا الرئيسية الاولى في هذه الحلقة سد النهضة الحقيقة منذ وضع حجر الاساس لسد النهضة يوم 2 ابريل 2011 كل ناس في جمهورية مصر العربية بيتسألوا مصير النيل ايه مصير مياه النيل ايه هل هيحصل نزاعات حول مياه نهر النيل هل هيحصل مشكلة هل هيحصل نقص طب احنا نعمل ايه طب اين المفروض ما يتعملش طب ايه اللي بيتم في موضوع سد النهضة بنا منه قد ايه وفاضل قد ايه واحنا المفروض نعمل ايه بقى انا خمس سنين يمكن بنسأل هذه الاسئلة وعايزين نعرف ايه اجتماعات كتيرة بتتعمل حاجات كل يوم شائعات بتتقال سواء على مواقع التوصل الاجتماعي او في بعض الصحف الحقيقة يوم الحد اللي فات اختتم الاجتماع التاسع اللجنة السلسية الوطنية بحضور وزراء الموارد المائلية لكل من اثيوبيا والسودان ومصر الاجتماع ده كان في ايه كان عبارة عن ايه التوقعات ايه كل ده هنرفه اكتر من ضفنة اللي منوارنا في الستوديو دكتور هاني رسلان مستشار مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية اهلا ميك يا دكتور اهلا ميك يا دكتور دكتور قبل ما نبتدي حوارنا عايزين الاول بس نروح نشوف تقرير عن سد النهضة ونعود مرة اخرى للتعليق والبدء في الحوار مشاهدينا نشوف التقرير ونعود ما زال الاختلاف حول تأثير بناء سد الاثيوبي على مستقبل مصر المائي مستمر فمنذ وضع حجر الاساس للسد في الثاني من ابريل عام 2011 والمصريون يتساءلون عن مصير مياه النيل ويبدون تخوفهم من نشوب حرب على المياه بين مصر ودول حوض النيل ومحاولة لحال تلك الازمة اختتم في العاصمة المصرية مساء الاحد الاجتماع التاسع للجنة الثلاثية الوطنية بحضر وزراء الموارد المائية لكل من اثيوبيا والسودان ومصر والذي استهدف بحث سبل دفع مصر الدراسات المقدمة في تقرير لاجنة الخبراء الدوليين بخصوص تحديد تأثيرات سد النهضة الاثيوبي على كل من مصر والسودان من زاوية اخرى هناك شكوك عن تورط اسرائيل في تمويل هذا السد بغرض التضليق على مصر في ازمة المياه الا انه لا توجد وثائق تؤكد هذا التورط لكن في الوقت ذاته في ان النفوذ الاسرائيلي في دول حوض النيل صار حقيقة لا تقبل الجدال حيث تأكد الوجود العسكري في افريقيا من خلال وجود مئات الاستشارين العسكريين الاسرائيليين عن مختلف اصناف الاسلحة ومع محاولات مصر في خوض مفاوضات للوصول لحل يخرجها من تلك الازمة يبقى تخوف حول مستقبل المياه في مصر خاصة انها لا تمتلك مصدرا اخر خالصا لمياه الشرب غير نهر النيل الذي يعتبر شريان الحياة بها اهلا بكم مرة اخرى من مشاهدينا وهنكمل طبعا كلامنا بعد لما شفنا هذا التقرير دكتور هاني اهلا بحضرتك مرة اخرى الموضوع متشعب في كلام حول دول حوض النيل في مشاكل في اسرائيل في توقيت صعب جدا احنا بنمر بيء وتوقيت اصعب اه تم وضع حجر الاساس لسد النهضة في سنة 2011 حضرتك يعني كيف تقرأ هذا المشهد هو طبعا اسيوبيا لها تاريخ طويل في الحديث عن ان موارد المياه من نهر النيل خاصة نيل الازرق الذي يغزي النيل الرئيسي بحوالي 85% من كمية المياه المتجهة الى مصر خلف بحيرة السد العالي عندهم الدعاء بانه هذه المياه ملكي لاسيوبيا وان الطرف الذي يستفيد منها هو مصر وبالتالي هم غير قادرين على الاستفادة وبالتالي يعيشون في فقر وفقدان للتنمية وغير ذلك من احاديث يعني الموضوع تاريخيا بدأ ان في مشكلة يعني هم حاطين الفقر اللي هم عايشين في نتيجته ان احنا السبب يعني ان احنا بنستخدم المياه وبنوظفها توظيف في مختلف المياه اعتقد ان هي بتستخدم حاليا يعني اللي حداك بتقوله التاريخ اللي حداك بتقوله ده بتستخدم حاليا تمام وده كمان يعني منشور على المستوى الشعبي في اسيوبيا لكن في الحقيقة هذا الحديث غير منقوص وغير صحيح لان مصر يعني لا تصادر على حق اي دولة في التنمية بل هي تساعد هذه الدول ما استطاعت الى ذلك سبيلا ومصر لها تاريخ طويل في التعاون فيما تعلق بقضايا مياه النيل ومشروعات متعددة منذ عقود طويلة لاحسان استخدام هذه المياه لكن طبقا للقواعد الدولية اللي بتحكم المقايري الانهار لغير الاغراض الملاحية هناك قواعد ترتب الاستخدام بين الدول المتشاطئة يعني ما تجيش منشأة في اول المقرى او في دولة المنبع تقوم باقامة منشآت تلحق ضرر بالدول الاخرى التالية على نفس المقرى ويجب ان تخطرها مسبقا بان هناك منشآة لها مواصفات كذا وكذا وكذا وان يتم دراسة الموضوع التفاهم حوله لتحاشي هذا الضرر فاسيوبا في الحقيقة بتتجاهل من ناحية العملية مبدأ اختار المسبق بمعنى انه هي قامت بالشروع في انشاء السد مع الاخفاء الكامل لمعلوماته وبياناته لفترة طويلة من الوقت والان تدعي انه ليس هناك ضرر رغم ان هذا الضرر سابت بدراسات علمية كثيرة اسيوبا طلعت عليها ولكنها من الناحية السياسية تقول بان لديها دراسات اخرى تثبت ان هناك عدم ضرر وهذا طبعا غير صحيح مين اللي ساعد اسيوبيا ان هي تعمل دفل اول خالص اسيوبيا في الحقيقة في الوقت الحالي لانه احنا في منطقة فيها ظروف سياسية متغيرة وهذه الظروف او التغير في هذا الظروف ليس تغيرا هينا بل هو تغير تأسيسي بمعنى ان هناك عملية اعادة فك وتركيب للكثير من الدول والخرائط والحدود في هذه السياقات اسيوبيا منذ فترة من الوقت تحظى خريطة المنطقة العربية حدرتك تاني ان هي بتتغير يعني شكلها بيتغير اه طبعا المنطقة العربية ككل سواء احنا يعني بنشوف اللي حاصل في السودان سابقا فصل جنوب السودان في ليبيا الان انهيار الدولة في سوريا في العراق الان في اليمن وهكذا تمام اه ففي السياق ده وظهور يعني ارتفاع او انتشار ظاهرة الارهاب اسيوبيا بدأت تحظى باهتمام دولي ودعم كبير واصبحت بمثابة الوكيل للولايات المتحدة الامريكية اه لما يقال انه مكافحة الارهاب في افريقيا او في القرن الافريقي طيب نربط بقى الكلام ده يعني كان كنت بقول حضرتك من شوية ان في ناس اكيد وقفت جنب اثيوبيا لده في التوقيت ده تحديدا المقصود من ده ايه فن؟ موضوع موضوع سد بقى وخلاص في حاجات تانية حوالي مضبوط لانه السد النهضة اصلا الظروف اللي ظهر فيها هذا السد تدعو للريبة لانه حجر الاساس وزي ما حضرتك ذكرتي في البداية وجاء اكضا في التقرير وضع حجر الاساس في 2 ابريل يعني بعد صورة يناير المصرية بخمسين يوم وكان طبعا واضح للعيان ان هناك حالة من الفوران السياسي والاستقطاب الداخلي في مصر خمسين يوم ده يعني كان متخطط له بس خمسين يوم مش كفاية ان انا قرر ان انا اعمل سد زي ده صحيح صحيح لكن السد اللي كان مخطط في هذه المنطقة اصلا كان 14.5 مليار متر مكعب تمام واسيوبيا قاعدت سرا تضاعف اكضا في هذه الساعة التخزينية وتعد رسومات او تصدر اوامر تكليف لشركة ساليني الايطالية برفع ساعة التخزين لهذا السد المقترح وكانوا محاط بالغموض وبالسرية المطلقة وكانوا يسميه المشروع اكس لكن الوضع حجر اساسه في ابريل ما كانش السد اللي كان قبل كده حوالي منه احاديث كثيرة وكان مشروع معلن ومعروف وحوالي منه قدل لا ده اللي ظهر هو سد مشروع جديد بخمس اضعاف الساعة اللي كانت مقررة للسد في هذه المنطقة تمام والساعة اللي كانت مقررة هي في الحقيقة نتاج لدراسات غربية سواء كانت امريكية او اوروبية وقالوا ان الساعة الامثل لسد في هذه المنطقة هي 14.5 مليار فوقنا ب74 مليار يعني خمس اضعاف الساعة المقررة ونتيجة انه القرار بهذا الرفع تخز بشكل يعني محاولة لانتهاز الفرصة لانشغال مصر الداخلي كان بدأ الوضع حجر الاساس دون ان تكتمل الدراسات الخاصة بالسد يعني المصاري بقى معكوس بمعنى انه منشأة ضخمة بارتفاع 145 متر على هضبة بالغة الانحضار حتيح لزي هذه الكمية الضخمة من المياه المفترض انه كل الدراسات الخاصة بيها تكون جاهزة ومعتمدة مسبقا وبعد كده يبدأ الانشاء اللي حصل لا انه بدأوا الانشاء والدراسات ما كانتش جاهزة وبدأوا يشتغلوا فيها وهم معاش كده بول حالك هي مخطط هي متخططة ان هي تتعمل كذا 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 هو مخطط لكن تم يعني اعادة تكييف هذا المخطط طبقا للحظة زمنية معينة شافت فيها اسيوبيا انه دي اللحظة التاريخية المناسبة اللي مصر هتكون فيها غير قادرة على اتباع سياسة خارجية فعالة وحتكون مشغولة بامورها الداخلية وبالتالي اسيوبيا تستطيع ان تمرر هذا المشروع دون ان تلقى الكثير من الضغط المصري او المعرضة المصرية طيب السنة بتاعت 2012 حكم الجميع الارهابية ساعدت كتير في الوصول الى نتائج كبيرة جدا فيما يخصت النهضة لمصلحة اسيوبيا ازاي اثارت هذه السنة وهذا الحكم للجماعة الارهابية على سد الناط هو في حقيقة طبعا قبل ما ييجي الاخوان كان فيه سنة للفترة الانتقالية الاولى بتاعت المجلس العسكري ودي كان فيها حرط غموض مطلقة يعني مصر لا يمكنش عندها اي معلومات واي بيانات عن السد وعشان وراحت وفود الدبلوماسية الشعبية اللي احنا نتذكرها والتقوا برئيس الوزراء الاسيوبي الراحل من لس زيناوي ودارت احاديث كثيرة معظمها لم يكن منضبطا ولم يكن مدركا لابعاد هذه القضية لكن اسيوبيا حبت توظف هذه المسألة وقالت انها هتعمل لجنة سلاسية دولية لكي تطمئن مصر والسودان بان السد لن يكون له ضرر في هذا السياق مصر قابلت هذه اللجنة لكي تحصل على البيانات الخاصة بهذا السد لكن اسيوبيا لانه هي لم تكن يعني كانت تتصرف مسبقا بشكل بنية الخداع والمنورة السياسية اصرت على ان يكون في امر تشكيل اللجنة بند متعلق بان هذا السد تحت الانشاء بمعنى انه في البروسيس يعني بيشتغل يعني شغالين فيه يعني مش لسه بندرس السد حيتم انشاءه لاحقا لا ده هو شغال بالفعل تمام والمرحلة دي عدت قيل اخوان الاخوان كان فيه في المرحلة بتاعتهم كان فيه موقفين متناقل الموقف الاول كان والله انه هم دائما يتحدثوا بانه السد ليست له اضرار وانه احنا هننتظر تقرير اللجنة السلسية الدولية عشان نعرف ايه اللي حاصل وهل فيه اضرار ولا لا وطبعا هذا الحديث لم يكن صحيحا لانه مصر كان لها عضوين في اللجنة السلسية الدولية هي مكونة من ست اعضاء تمام واربعة يعني ست اعضاء من الدول التلاتة واربعة خبراء دوليين اجانب مصر كانت تدرك وترى وهي عضو في داخل اللجنة انه ما فيش دراسات لدى اسيوبيا وانه اسيوبيا بتماطل لتضيع الوقت يعني عمل اللجنة اكسب وقت اه عمل اللجنة بدل ما انتهي في ستة شهور اخذ سنة ونص بالزبط فدي كانت مناورة ايضا لكسب الوقت فالاخوان كانوا بيهونوا بشكل كبير جدا من اضرار هذا السد باعتبار انه هم كانوا مشغلين في عملية التمكين وفي السيطرة على الداخل المصري وقضية المياه وقضية السد وخلافه لا تمثل لهم اولوية لانه اصلا الدولة المصرية لا تعني لهم الكثير هو يعنيهم التمكن والتمكين في هذه الدولة لكي ينطلقوا الى افاق اخرى سواء انه كان في الفترة دي في ايضا في ليبيا صعود كبير لهذا الطيار في تونس اه كان عندهم وهمي كده مش هقول حلمه منطقة كاملة نعم لكن لما حصل تحويل مجرى نهر السد نهر النيل الازرق ومحمد مرسي كان راجع من قديسة بابا وهو راجع في الطيارة في الطريق تم الاعلان عن تحويل المجرى ده كان بيمسل حقيقة قدر كبير من الهانة والاستخفاف ولم يتم اختاره بذلك ولما وصل القاهرة هنا لقى ان الرأي العام المصري منشغل جدا فجماعة الاخوان الارهابية دي يعني شافوا انه هذا الغليان الداخلي حيمثل ضغط اضافي وتهديد لبقائهم في السلطة لانهم متهمين بانهم لا يهتموا بالامن الماء المصري ولا الامن القومي المصري فغيروا الاتجاه الى النقيد تماما عقدوا الاجتماع اللي كان مزاعل الهواء بدون ان يعرف الحاضرين فيه وكانت فضيحة مغلقلة لانه كان الاجتماع ده بحضور رئيس الجمهورية في ذلك الوقت اللي هو محمد مرسي وبعد كده كمان بعدها رجع في خطاب عالني قال سوف نحول نهر النيل الى مجرى من الدماء يعني اتحول من التهوين الكامل للتهديد بشان الحرب على غير اسس وعلى غير استعداد كافي او امكانية لذلك فالسيوبيا في الحقيقة استغلت هذا الاجتماع وهذه التهديدات لكي تكسب في المجال الاقليمي والدولي عبر القول بان مصر تعارض التنمية في اسيوبيا ان مصر دولة انانية ان مصر تريد ابقاء اسيوبيا في دائرة الفقر والغياب عن التنمية وتم تصدير هذه الفكرة الى كل العالم اه وتم ترجمة هذا الاجتماع بلغوات عدة افريقية وعالمية وغيرها وبدأت يعني اسيوبيا تظهر نفسها بصورة الدولة الضحية المغلوبة على امرها ومصر هي الدولة المعتدية التي لا تريد لاحد ان ينمو وهذا عمل غير اخلاقي تمام بس يا فندم شعب المصري حتى يعني انا اتذكر ساعة هذا الاجتماع الفضيحة اللي حدك بتقول عليه ويمكن ما اوقعهم وما استغلته اثيوبيا هو غبأهم السياسي الناس الشعب المصري الرأي العام كان يعني زاد غليانه وزاق يعني قلت كمان ثقته اكتر واكتر بهذه الجماعة الارهابية كانوا بيحاولوا انهم يقترحوا حلول لغاية دلوقتي الشعب المصري بيحاول ان هو يقترح حلول لانه خايف على نهر النيل وكل واحد فينا عرف امته بالضبط هو طبعا كلام حديث كله صحيح تماما واللي عملوه الاخوانه وفي الحقيقة كان مخالف عن يعني مخالف لمنهج الدولة المصرية وتاريخها طويل في التعاون مع دول حوض نهر النيل وكان غير لائق او لا يليق دولة زي مصر بالزبط وبتاريخها في افريقيا مصر دولة مؤسسة في الاتحاد الافريقي مصر هي اللي استعادة الدولة الافريقية على التحرر مصر كانت يعني رائدة للتنوير وللمساعدة وللتنمية في كل القارة الافريقية فقات الصورة دي صورة بالعكس تماما في الاتجاه الاخر تماما وهي صورة في الحقيقة لا تعبر عن مصر ولا عن الشعب المصري وانما هي تعبر عن فكرة هذه الجماعة الارهابية الخارجة على كل الاعراف وكل القيم والتقاليد صحيح انا سازن حضرتك احنا يعني كاميرا سباح دريم كانت نزلت للشارع وسألت المواطنين المصريين حول مقترحتهم لحل يعني ازمة سد النهضة نشوف رأي الناس في الشارع وانا عود مرة اخرى مشاهدين ابقوا معنا اعتقد ان الحكومة بتاعتنا يجب انها يبقى مصارها سياسة اكتر ما عندكش مجال تستخدم قوة اسكرية للأسف هما لقوا من ناحيتنا احنا طراخي شوية فهما كل ما احنا بنا طراخة كل ما هما بيزيدوا تشبسا بموقفهم والمشكلة الكبيرة انه هو مع الوقت هما بينجزوا مفترض ان كل المجهود او نكرس مجهودنا ان احنا نحلو لان موضوع المياه ده مفهوش ازار يعني الموضوع دوت لو حصل فيه غلط بانفجار الوسط النهضة دوت بيش بقى في حاجة اسمها السودان ويجي تلت مصر هيغرق والكلام دوت فهنا الحكومة بتاعتنا حكومة نزيهة وكويسة فالمفروض برضو بقى عندها اللفة نازل للموضوع دوت الحلول انه لازم يوقف السد ده باي ساكل باي طريقة السد ده معناه انه مصر اتعرض لمشاكل مش هتقدر تتحملها فلازم لازم فيه حلول لازم يتمنع باي شكل ما مش عارفين يحاربونا بيحاربونا دلوقتي عن طريق المياه هو لو خادوا بس بشرة يقدروا يهدوا بأيديهم مش بقى حدا واجتماعيات وناس رايحة وناس جاية واخرتها ايه يعني حاجة ملاش نهاية لازم نتعامل بصرامة مع الموقف لان السد ده مشكلته انها عن المياه المياه دي هي حياة المصريين من غير المياه من غير النين ما فيش حياة الناس خايفة دكتور الناس خايفة والان وعندهم استعداد للقبول بأي نوع من انواع الحلول سواء كان هذا الحل السياسي او عسكري او حتى زي ما السيدة اللي قالت اللي احنا نهدوا بأيدينا انتو بتعملوا اجتماعات لي على سلسلة الاجتماعات يعني حضرتك قيمة الاجتماع الحصل يوم الحد اللي فات ايه هو الاجتماع اللي حصل هو اجتماع التاسع في سلسلة الاجتماعات المتعلقة بدراسات سد النهضة المصار ده بدأ امتى بدأ في اغسطس عام 2014 يعني كان فيه اجتماعات انعاقدت في الخرطوم كان سبق هذه الاجتماعات يعني كانت تصورة 30 يونيو قد طبعا وازيح الاخوان وبعد ما تولى الرئيس عفتاح السيسي حضر اول قمة افريقية في ملابو كان على اولوياته يعني في الملف الرئاسي موضوع سد النهضة كان اهم من اهم الاولويات الموضوع سد النهضة فالتقد رئيس الوزراء الاسيوبي وسعى معه الى الوصول الى تفاهم يحقق الحد الادنى من مصالح الطرفين الاسيوبي والمصري وصلوا لمبادئ سبع مبادئ رئيسية سموها اعلان ملابو وعلى هذا الاساس انطلقت الاجتماعات اللي حصلت في اغسطس 2014 في الخرطوم لما رحنا لاجتماعات الخرطوم اعلان ملابو كان اكثر شمولية بمعنى انه بيتكلم على مجموعة من العناصر اهمها عدم الضرر وعدم المساس بالاستخدامات المصرية الحالية للمياه وعلى العمل والتعاون مع الاستقطاب الفواقد لبضيع من مياه النيل في اماكن مختلفة من حوض النيل وانه اسيوبي من حقها البناء ومن حقها التنمية ومصر تعتارب بهذا وتتعاون في هذا الامور على اساس الصالح والنفع المشترك لكن لما جينا لاجتماعات اغسطس كعادة الطرف الاسيوبي اللي هو بيعتمد الخداع والمنورة كاستراتيجية اساسية بيحس انه يظهر للعالم انه طرف بيقعد مع مصر وبيقعد مع السودان انه هو بينفز حاجة تانية خالص وانه هو بيتعاون وياخد شكل التعاون لكنه في الواقع بيفصل بين حاجتين انه والله اقعد اتكلم معكم وانه حاجة اقعد اتكلم معكم لكن في نفس الوقت البنى حظله شغال 24 ساعة في اليوم سبع ايام في الاسبوع وما وصله الـ 45% فعلا 45 ده حسب اخر اعلان رسمي وربما يزيد عن ذلك قليلا صادر من اسيوبية طبعا فبالتالي اللعبة الاسيوبية هنا انه هو يعد ويتعمد اضاعة الوقت في هذه اللقاءات والاجتماعات دون طائل عشان يكسب الزمن ده في انجاز البناء وفي نفس الوقت بعد ما يخلص البنى يقول والله انا لم اقصر وانا دولة متعاونة وانا لم اخالف القانون الدولي وانا كنت باعد مع الجماعة دول وبطلعهم على كل التفاصيل هو القانون الدولي بيقول اعد بس ولا بيقول اعد ونفذ القانون الدولي عنده المبادئ التلاتة اللي هي الاختار المسبق عدم الحق الضرر لاستخدام المنصف والعاتل السيوبية بتتجاهل المبدئين اللي هو عدم الحق الضرر والاختار المسبق وتتمسك بشيء وحيد فقط لاستخدام المنصف والعاتل يعني جدا غير قانون فطبعا في مخالفات صريحة تماما يعني للقانون الدولي المستقر والمتعارف عليه في هذا المجال العالم رد ازاي ما عليش يا دكتور العالم رد ازاي على هذه المخالفة تحديدا اشوفناش رد السيوبي طبعا لانه كما ذكرنا قبل قليل انه هي يعني تلقى رعاية امريكية وغربية بشكل عام بيتم احتضان المقولات الاسيوبية في الرأي العام يعني قانون الدولي ده بيحرف على حسب مزاج الغرب لا ما هو اصله هما بيقولوا الاسيوبين بيقولوا انه احنا هذا السد بنعمله عشان نولي الطاقة فقط وانحنا مش هنستخدم المياه في اي غرض اخر سوى توليد الطاقة والطاقة ضرورية للتنمية في اسيوبيا وبعدين رفقه هذا باحصائيات عن انه والله كان مواطن في اسيوبيا كان في المياه ما عندهمش كهرباء وكان في المياه تحت خط الفقر وكان في المياه تحت كذا وكذا في حين انه هذا السد حيلحق ضرر قسيم بمصر وممكن بسد اصغر توليد الطاقة المطلوبة لا اسيوبيا دون ان تلحق الضرر بالاخرين لكن هو مصر على هذه الساعة تخزينية ضخمة وبيقول انه حولد كمية كبيرة من الطاقة 6,000 ميجاوات في السنة ولانه مش هيقدر يستخدمها في الداخل لانه هو قدرته عن نمو بطيئة هيبيع هذه الطاقة للاخرين لكي يحصل على موارد اقتصادية لكن كل هذا الكلام في الحقيقة غير دقيق وغير صحيح لانه عايز بيع الطاقة دي بسعر التكلفة وده لانه يقابل التكاليف الضخمة للانشاء لما تزيد يوم بعد يوم نتيجة السعر هائلة والمبالغ فيها وغير مبررة لهذا السن طيب دكتور هيني المفاوضات كانت ماشية في السياق الى حد ما مرضي ويعني كويس لما كان الرئيس السيسي بيروح هناك او لما كان هناك هو المفروض ان الخارجية هتصرف لوحدها ولا لازم الرئيس يروح كل مرة لا في الحقيقة هو السياق لا يسه مرضيا يعني من البداية كان فيه تحفظات على هذا السياق ليه لانه او قال لي كان فيه امل شوية ان الدنيا انا عادي اشرح لك القصة لانه لما جينا في اجتماعات الخرطوم في غص 2014 يعني قبل سنة وشهرين من الان اسيوبيا تخلت عن كل بنود اعلام ملابو وتمسكت ببند واحد فقط وهو استكمال الدراسات اللي قالت اللجنة الدولية الاولى انه هي نقصة يعني يعني خلي بالحديك السيناريو ماشي ازاي اسيوبي قالت حعمل لجنة دولية عشان نطمن مصر والسودان انه فيه دراسات وانه دراسات بتقول انه مفيش ضرر على مصر والسودان لما تعملت اللجنة الدولية قالت انه مفيش دراسات انه اولا الدراسة الموجودة دراسات اولية يعني بمستوى خريك طالب هندسة مش منشأة ضخمة بهذا الشكل ولا تصلحها نمرة اتنين هناك مشاكل هندسية متعلقة ببناء السد وامانه نمرة ثلاثة هناك غياب كامل للدراسات البيئية ودي مسألة مهمة جدا واساسية هناك ايضا نقص فادح في الدراسات المتعلقة بتأثير هذا السد على الدولتين اسفل المجرى اللي هما مصر والسودان كويس لما قاتل لجنة الدولية قالت كده اوسط باستكمال هذه الدراسات الناقصة فاحنا من ساعتها بندور عشان نستكمل في المسارده بتاع استكمال الدراسات وفي نفس الوقت السد بيتبيني طيب انا لما هخلص الدراسات هيكون السد خلص طيب ايه هي قيمة هذه الدراسات يقولوا والله اطلق احنا بناء السد ده مسألة منفصلة ومتعلق بسيادة اسيبيا على اراضيها لكن هنعمل الدراسات عشان ايه عشان نسترشد بيها في سياسة تشغيل السد ولما الدراسات تتعمل بقى وتثبت ان ما ينفعش ايه اللي هيحصل ولا حاجة حضروب بها عرض الحائط لانه البند اللي هم وافقوا عليه وقاوا عليه بيقولوا ان الدول تحترم نتائج الدراسات مش تلتزم طيب فانتم هي كده بقى فعلا زي وحالك قلت مراؤغة وشراء وطبيع الوقت وطبيع وقت نعم طب الحل ايه الحل انه وده ثبت في الاجتماع الاخير اللي كان مبارح لانه المصار بتاع الدراسات اللي احنا قلنا بدأ في اغسطس ما كان الحد ولا كان مبارح كان اول مبارح الاجتماع كان اول مبارح مصار الدراسات اللي كان الاجتماع التاسع ده هو بيندرج في مصار المتعلق بدراسات سد النهضة المفترض انه الدراسات المصار ده لما تم الاتفاق عليه في اغسطس 2014 في خرطوم كان له مدى زمن ست شهور يعني في مارس 2014 قبل سبع شهور من الان يكون انتهى يكون تم اسناد الدراسات وبدأت النتائج في الوصول لكن اللي حصل انه 14 شهر مروا والدراسات دي قاعدين في اجراءات تتفرع عنها اجراءات تتولد منها اجراءات عشان نشوف المكتب اللي حيعمل هذه الدراسات وفي الاخر لم يتم الاتفاق على المكتب وبالتالي الدراسات نفسها لسه ما بدأتش حتى الان يعني ضاع 14 شهر ولسه ما قلناش يا هادي اول السطر الف في عملية الدراسات وما قلنوا 45 او نقول 50% من السد طيب والسد الدراسات نفسها كمان لو بدأت النهاردة هيبقى معاها من 11 ل 15 شهر عشان تنقس وبعد ما تنقس هيبقى عندنا خلاف حوالين انه والله نتائج دي انترجمها ازاي دي هتلحق ضرر بمصر ولا لا لانه لان المبادئ الموقع في الخرطوم في مارس وقع الرئيس السيسي ودي سلن وعمر البشير كان بيقول انه الاطراف تراعي على يكون هناك ضرر ملحوظ الضرر الملحوظ او الضرر البالغ ده ملحوظ تعريف اجرائي بالظبط يعني انا ممكنين اصلا عندي خمسة مليار اشوف انه دول هيعملون المشكلة كبيرة جدا وييجي الطرف الاسيب يقول له لا يقول لك لا كده يبقى فيه تلاعب يعني كده بالظبط يعني النهايات غير واضحة وغائمة وغير محددة المعالم تمام طيب هل الحل زي ما البعض قال ان الحل يكون حل سياسي وهنستمر في هذه المفاوضات بطرق ضغط يعني او طرق ضغط سياسية احنا مش قادرين نحددها دلوقتي ولا هيكون في حل اللي هو التدخل العسكري يعني فيه ناس بتقول كده فيه ناس بتقول كده هو طبعا قبل ما نيجل النقطة دي عايز اقول انه الاجتماعات اللي كانت مبارح بدأ يحصل فيه تغير نوعي في الموقف المصري بمعنى انه كلمة السيد وزير الري دكتور حسام مغازي في هذه الاجتماعات كانت مهمة وكان كانت تمثل نقطة بداية جديدة ليه لانه هو قال فيها ثلاث عناصر اساسية العنصر الاول لانه طبعا كان عندنا خلاف انه فيه مكتبين فرنسي وهولندي هيعملوا هذه الدراسات والهولندي انسحب واسيوبيا كان بتدفع باتجاه انه المكتب الفرنسي منفردا يقوم بهذه الدراسات وهذا المكتب مشكوك فيه لانه له اشغال كثيرة في اسيوبيا وهو ليس بالكفاءة المماثلة للمكتب الهولندي تمام فالموقف المصري كان كالتالي اولا رفض قيام المكتب الفرنسي مفردا بهذه الدراسات نمر اتنين التعبير عن قلق مصر من انه سرعة المصار الخاصة بالدراسات لا تتواكب مع سرعة البناء في السد وانه ده بيولد يعني مشاغل وقلق كثير في الرأي العام المصري وانه ايضا رسميا الدولة المصرية تعبر عن القلق من هذه المسألة ثلاثة انه مصر متمسكة بالاتفاقيات التاريخية وانها لن تتنازل عن حقوقها التاريخية المشروعة في مياه النيل الثلاثة عناصر دول كانوا مهمين جدا وكانوا بيمثلوا التفاتة ايجابية في الموقف المصر لانه سابقا كان في مراهنة كاملة على انه والله احنا بنبني السقة مع الطرف الاسيوبي على المفاوضات بشكل عام او على ثقة للمفاوضات بنركز على التعاون وانه نقدر من خلال التعاون ده نصر لحلول الوسط ودي مسألة لا قبارة عليها لكن مواضح من البداية انه الطرف الاسيوبي لا يتعاون معنا في هذا المصر تماما لانه الكلام اللي قاله دكتور حسام مغازي كان جاي متأخر هو طبعا متأخر نعم لكن كمان لازم نقول انه ان يأتي متأخرا خير من ان لا يأتي ابدا تماما يعني برضو بنقول انه ده كان تطور ايجابي وكان مهم ليه لانه الفترة اللي فاتت اللي احنا يعني انا واخرين كثيرين كانوا بنتقدوا الموقف المصري لكن احنا نقدر كمان مخسرناش كل حاجة بمعنى انه ايه انه طول الفترة اللي فاتت اللي كان فيها اعلان ملابو وكان فيها اعلان مبادئ ساد النهضة في الخرطوم وكان فيها زيارة الرئيس السيسي الى قديسة بابا وخطابه في البرلمان وكان فيها اجتماعات متكررة وصبر طويل جدا من المفاوض المصري كل ده غير الصورة اللي كانت السلبية اللي كانت موجودة من اثر الافعال يعني الرعناء لتنظيم الاخوان فبالتالي احنا مصر الان اثبتت للعالم كله ان هي دولة ساعية الى التعاون ساعية الى التفاهمات والحلول الوسط لا تقف عائق في طريق التنمية للغير بال ترحب وتساعد احنا بنوجه نداءات للسلام بنبذل كل القهد الممكن لتحاشي الانزلاق نحو صراع غير مفيد لانه احنا يعني كدول حوض النيل سواء النيل الشرق اللي في مصر والسودان والسوبية او النيل ككل احنا الشعوب دي موجودة في هذه المنطقة ولن تغادر والشعوب دي كلها عندها مشاكل اقتصادية مشاكل في التنمية ومشاكل في مناحي كثيرة ليه في تحليل بي فالأوفق ان احنا نتعاون بدل ما ندخل في صراع صفري حيكون خصم على مقدرات هذه الشعوب ده هو الموقف المصري وثابت واصبح واضح امام العالم والان اسيوفيا هي التي تراوغ وهي التي تخادع وهي التي تتملص وهي التي تتهرب وهي التي تعطل الوصول الى الحل الوسط ليه لانه هي شعرة انه ما فيش ضغط عليها وانه ما فيش ما يلزمها انه والله انا عندي لا ده بالعكس ده فيه دعم من دول اخرى لاستكمال هذا المشروع مظبوط دعم من دول زي تركيا وزي قطر وزي اسرائيل وزي الولايات المتحدة خطت اسرائيل لناس كتير اتكلمت على ان خطة اسرائيل يعني احد خطتها لمحاربة مصر وتعطيش الارض المصرية دعم شديد جدا لاثيوبيا يعني التحليل ده حضرتك شايفه ازاي يعني ومعدين الموضوع لسه مش موجود على ارض الواقع يعني ملموس كله مستشعر ان فيه تعاون ما بين اثيوبيا واسرائيل لا ده مخطط اسرائيلي قديم ومش سرا يعني ده معلن وهدفه التواجد الاسرائيلي الكسيف في حوض النيل للتأثير على قضايا المياه ودفع مصر الى يعني زاوية ضيقة للغاية والهدف من ده مش فقط التعطيش الهدف انه نقصان المياه في مصر هيؤثر في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية وايضا السياسية وهيخلينا يعني ندور في دائرة مفرغة من المشاكل وهيخل وحي يعني يجهد قدرة مصر على التنمية المتواصلة بما يوفر حياة كريمة لشعبها لانه طول الوقت هتطلع عندنا فجوات وصغرات وهنعد نلهس عشان نسدد هذه الصغرات فبالتالي هنشغل عن التنمية هبتدي سدد في الصغرات هندور حولي نفسنا عشان نلاحق نلاحق المشاكل دي فده هدف استراتيجي لإسرائيل لانه اضعاف مصر واشغالها بنفسها وانكفأها على ذاتها ده هدف استراتيجي إسرائيلي لان مصر بأي طريقة بسد النهضة بغير سد النهضة بطرق عديدة لكن من بينها قضايا المياه اللي هي الآن دخلت في مرحلة حارجة لكن كمان لازم نقول في هذا السياق انه فيه كمان دوافع ذاتية لدى الأسيوبيا او بمعنى أدق الحابشة اللي هم الناس المجموعة السكانية الموجودة في أعدى الهضبة اللي هم التحالف الأمهارة والتجري الحاكمين وانه الطرف الإسرائيلي او الجهد الإسرائيلي هو جهد معاون وجهد مساعد يعني مش هو الحاجة الأصيلة اه بالزبط هو بيساعدهم وبعدين بيحصل مستغل بقى الموقف التخاء المصالح بالزبط طيب يعني في نفس السياق خلينا نحلل زيارة الرئيس السيسي مؤخرا لسنغافورة وكان بيدرس تحلية مياه البحر حضرتك شفت ده ازاي في الوقت اللي بيحصل فيه مشاكل على سد النهضة تحلية مياه البحر مش هتوفر أي حلول لمشكلة سد النهضة لأنه فيه تحليل الناس كانت بتقول انه هو يعني ده كان بيحصل علشان قلق من موضوع ان سد النهضة يتم استكمال بناءه عادي جدا وما يحصلش أي موضوع وان فيه يعني يأس من الجنب المصري في موضوع سد النهضة هلك شايف ده ازاي موضوع مظلم اوي كده في الحقيقة طبعا احنا حتى الآن ما زلنا الآن بس عايزة اقول اوضح نقطة برضو لانها صارت قدر من اللبس انه الكلام عن حل سياسي او مبادرة سياسية بمعنى ادق بمعنى انه المفهوم والمطروح امام الناس انه والله اللي حاصل ده كله ايه ما هو ده حل سياسي لانه ده فيه مفاوضات واحنا رايحين جايين في اجتماعات وبالتالي بنبحث عن حلول سياسية يعني حل السياسي فشل لا انه اساسا الاجتماعات دي ما كانتش حل سياسي دي ما كانتش مفاوضات المسمى الاعلامي لها مفاوضات لكن هي لم تكن كذلك دي كانت اجتماعات لاستكمال دراسات سد النهضة لكن انا مثلا مصر هيحدث عندي انه الساعة التخزينية بتاعت السد ده ضخمة جدا وغير مبررة انه انا هيجيني منها اضرار شكلها واحد اثنين ثلاثة السياسة التشغيلية المفروض يكون متفق عليها بشكل معين واحد اثنين ثلاثة لتقليل الاضرار على الاقل على مصر كل ده ما كانش بيناقش اللي بيناقش فقط انه احنا هنستكمل الدراسات ازاي هنجيب مكتب يبقى لازم تتوفر في موصفات شكلها ايه طيب المكاتب نعمل لهم اعلان شان يقدموا عروض طيب نقعد نفرز العروض طيب نقعد نصف في العروض طيب بعد ما نعمل عروض طيب نقعد نقيمها نعمل دراجات كل ده تضيع وقت كل ده اسمه مصار استكمال دراسات سد النهضة ما كانش فيه مفاوضات بس ماش مفاوضات وبالتالي ما كانش فيه يعني سعي لحال السياسي يعني انا لسه ما لقعتش للحال السياسي حتى الان ما فيش مفاوضات حتى الان هي اجتماعات لدراسات سد النهضة احنا مستنين ايه فالمطلوب دلوقتي او اللي بيطالب به العديد الدين وانا منهم ان يكون فيه مبادرة سياسية جديدة نطلب فيها من اسيوبيا ومن السودان القلوس لمناقشة مباشرة ديريكتلي للشواغل المصرية او القلق المصري من اضرار السد ودي دراسات واضحة ومثبتة ومصر سلمتها الاسيوبيا رسميا منذ وقت طويل في الاجتماع برضو دائما ضمن التغيرات النوعية اللي حصلت انه مصر طلبت انه الاجتماع القادم في نهاية الشهر القادم حيكون لاسف انا لا اتذكر يمعوده بالدقة الان لكن انه الاجتماع القادم يكون مش الوزراء الرئي فقط لكن كمان يكون في وزراء الخارجي للدول السلاس وانه يكون مخصص للمصار يعني نقاش سياسي حول قلق مصر من الاضرار الفادحة التي سوف يرتبها هذا السد ونقاش ده بشكل مباشر يعني مش مش هنوعد ندور مش عايزين نوعد ندور في المصار بتاع الدراسات والمكاتب ومين زعل ومين رضي ومين والخداع والمناورات وتضيع الوقت ده تمام في نوطتين هل هذه الاجتماعات المفروض النهاية حل السياسي هتعقد أصلا هل هذه المبادرات السياسية حضرك شايفنا هتعقد قريبا ولو عقدت في تصور حضرتك هتنجح هتجيب بيعني نتيجتها ولا لا هي طبعا هل هذا اللقاء المفترض انه فيه وزراء الخارجي ووزراء الرئي معنى هل حينعقد أو لا ينعقد حتى الآن غير واضح لأنه ده طلب مصري الطلب ده لازم يجي رد عليه من أسيوبيا ومن السودان وده طبعا لسه الاجتماعات أول مبارح لسه ما فيش حصكش هذا الكلام نمر اتنين لما تنعقد هذه الاجتماعات هل سيتم نقاش هذه القضايا التي تشغل مصر بأبعاد السد وساعته التخزينية وسنوات الملء والسيادة التشغيلية أم أن أسيبه سوف ترفض أنا أقول أو أتوقع أنه في الأغلب سوف ترفض تمام لماذا؟ لأنه المنطوق الأسيوبي طوال الوقت يقول بأن بناء السد هو عامل من أعمال السيادة الأسيوبية وهذا أمر مخالف أيضا للقانون الدولي أنت مش ممكن تتحكم في موارد مشتركة وتقول دي أنا الوحدي هعمل اللي أنا عايزه يعني حتى لما أنت تبني ما تقدرش تبني على الهوى عن جارك لازم يكون فيه يعني ده في القانون وفي الاجتماع وفي الدين وفي كل حاجة في الأخلاقيات وفي كل حاجة وفي القانون الدولي ده مخالف تماما يعني كما تقول أسيوبي ده نوع من الشعوازة السياسية فبالتالي في الأغلب في الأغلب هي حترفض مناخشة هذا بحجة أنه ده أمر من أمور السيادة لكن من الضروري أن مصر تمشي تسير في هذه الخطوات وإحنا ضيعنا وقت كتير قبل كده نسير في هذه الخطوات وبعدين ما أسيوبيا هترفض والعالم الغرب اللي بيدعمها هيدعمها هيفضل يدعمها طيب في هذه الحالة إذن إذا رفضت أسيوبيا هنكون إحنا استنفذنا كل محاولات الوصول إلى حل بالتفاهم وبالتراضي حل السياسي نعمل إيه هنعمل إيه ساعتها يبقى يبقى لازم يكون عندنا تحرك شامل أولا هنعد والمفروض أنه ده حاصل دلوقت إعادة تقييم الموقف يبقى عندنا تحرك شامل على المستوى الخانوني والدبلوماسي والسياسي وعسكري يعني بمعنى أنه إحنا نقدم ممكن نقدم شكوى للاتحاد الإفريقي ونقدم شكوى لمجلس الأمن ونعلن أنه مصر بترفض قطعيا هذا السد لأنه بيلحق ضرر بها وبشعبها 1-2-3-4-5-10 نتهرك إقليميا ودوليا في كل الاتجاهات لشرح وكهة النظر هذه والحصول يعني وإظهارها للعالم وشرح كل الجهود المصرية التي بوزلت وشرح كل محاولات الاستعداد اللي حضرك بتقوله ده قائم الآن مصبوط المصرد أنه ده يعني يعني طبعا أنا غير مطلع على التفاصيل ما يجري في الداخل لكن من الاجتماع الأخير ومن كلمة السيد وزير الري بتوضح أنه فيه تغير في الاتجاه تغير في الأبروش يعني في منهج التناول نفسه أصبح فيه تغير لمحاولة توظيف كل الجهد الذي بذلناه سابقا بشكل إيجاد سنقول كمان تاني مرة أنه مصر أثناء كل هذه القضايا هذه التحركات لازم تعلن أنه هي بترفض السد وبتحتفظ لنفسها بحق الدفاع عن نفسها في الوقت وفي الطريقة التي تراها مناسبة ليه؟ لأنه أسيوبي حتى لو هذا السد خلص وأسيوبي استغلت فكرة الارتباك الشامل في المنطقة والتحديات التي تمر بها مصر وستطعت أن تمرر هذا السد ده مش حيكون نهاية المطاف ده فيه كمان خمسة أو ستة سدود تانيين على نفس نهر النيل الأزرق وبالتالي يجب على مصر أن تحدد موقفها من الآن وأن تدافع عنه وأن تسعى لحياجة وامتلاك كل الأوراق التي تمكنها من تعديل التوازن الاستراتيجي الحالي الذي يبدو مختلا وأن أسيوبيا بتنتهز فرصة الارتباك والفوضى لكي تمارر هذا المخطط اللي هو كمان هترتب عليه تغيير مستديم في منطقة حوض النيل لصالح أسيوبيا على حساب مصر تمام إذا حصلت هذه المبادرة السياسية الإيجابية وإن شاء الله هتحصل يعني يمكن استشفينا ده فعلا من كلمة سيدو زير راي طيب تمام النتيجة ردود الفعل الغربية يعني رد فعل العالم هيبقى على هذا الرفض إن مصر بترفض السد مصر عندها حق في كذا مصر رفض موقف أثيوبيا المراوغ والمتلاع رد فعل العالم هيبقى هل هناك مساندة بشكل أو بآخر لمصر في هذا الموضوع خصوصا إن أثيوبيا بتخالف القانون الدولي هو في الحقيقة طبعا إحنا علينا أن نحكم نحكم العمل الخاص بينا وأن نعد العدة للدفاع عن موقفنا وإزهار عدارة قضيتنا للعالم ومصر مليئة بالكوادر والنخب والكفاءات القادرة على القيام بهذا أما الغرب بقى يعني إحنا لو عدينا العدة وقهزنا كل أدواتنا وقمنا بكل يعني بخطة مدروسة بخطوات متتالية ومعروفها مسبقا العالم بقى حيب رد فعله إيه دي إحنا ما نشغلش نفسنا كتير بيها لأنه في نهاية المطاف هذا العالم هو لن يأتي لكي يقوم بإنقاذ مصر بالنيابة عن المصريين طبعا ولن يقوم بحماية مصالح الشعب المصري بالنيابة عن المصريين إحنا اللي لازم نعمل كده وإحنا اللي لازم ننافع وندافع ونتخطى الصعاب ونتخذ كل ما يلزم لحماية حق هذا الشعب في البقاء وحقه في التنمية ما اعترفنا بحق الآخرين في التنمية لكن لا يجب ولا يجوز ولا ينبغي أن يكون على حساب مستقبل مصر وقدرة شعبها على البقاء دكتور هاني في تعليق أخير كيف تتوقع شكل مصر بعد الخروج من هذه الأزمة احنا لسه أمامنا مصار طويل وأزمة سد النهضة ليست يعني سهلة بل هي أزمة مراوغة وخاصة نحن عندنا طرف تارث في هذه الأزمة هو السودان والسودان يعني شكلا يقول بأنه يقوم بالوساطة أو بتقريب وقهات النظر لكنه هو قالبا ومضمونا وفعلا هو متحالف مع أسيوبيا وده في الحقيقة كمان من أحد العامل الأساسية اللي تضع في حقة الموقف المصري لأنه في ثلاث أطراف اثنين وقفين في ناحية وطرف اللي هو قاعد في أقصى الشمال في ناحية لوحده فبالتالي هذه الأزمة مراوغة وليست سهلة ولن تنتهي قريبا وحتى إذا يعني قامت أسيوبية ببناء السد كما هي تخطط الآن ده مش هيكون نهاية المطاف والأزمة دي أزمة السدود الأسيوبية موش سد واحد السدود الأسيوبية على النين الأزرق ستبقى معنا لفترة طويلة من الوقت لذلك يجب أن نستعد لمصار طويل نركز فيه على التعاون أولا لكن لن نتخاعس عن الدفاع عن مصالح مصر المائية وعن أنها القومية تمام احنا نكون طبعا في متابعة مع حضراتكم لما يحدث سواء من اجتماعات من مفاوضات من مبادرات سياسية أبو غيرها فيما يخص سد النهضة لأن ده مش موضوع يعني يخص شخص أو اتنين ده يخص دولة بالكامل واضح أن هذه الدولة متآمر عليها كذا يعني جانب للأسف الشديد بس يعني زي ما عدينا قبل كده هنعدي إن شاء الله من هذه الأزمة أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور هاني رسل مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية شكرا شكرا جزيلا مشاهدينا نستكمل فقراتنا بعد الفاصل خليكم معنا اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة